الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتبعينا الكرام أهلا وسلام بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن نادي العالي هنرد فيها ضد الكذيب والشعاعات المغرضة ضد نادي العالي لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنجدها بيها في فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب فالله مصلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول حاجة عايزة أتكلم فيها نادي العالي يا جماعة النهاردة بيلقم الجميع درسا مهما نادي الأهلي اللي باعه لعيبة قبل كده علشان خاطر الفلوس لعيبة زي رمضان لعيبة زي عبد الله لعيبة زي إكرامي شريف إكرامي لعيبة زي أحمد فتحي لعيبة باعه الأهلي من أجل المال ولما تسأل كابتن محمود الخطيب كان له رد واضح وصريح انتز علم منهم يا كابتن محمود قالك لا والله أنا من الزعلان منهم أنا زعلان عليهم زعلان عليهم علشان النهاية آه هم دلوقتي هيروحوا عشان الفلوس لكن نهايتهم هتبقى عاملة ازاي بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة بعد عشرة السنين ما داريتش كتير وشوفنا لعيبة يعني بيتم إهمالها إعلاميا بيتم إهمالها فنيا بيفتقدوا كل البريخ واللمعان زي حسام عشور فين حسام عشور فين أحمد فتحي نهارده لاعب بحجم وليد سليمان اللعيب اللي ضحى من أجل النادي الأهلي اللعيب اللي ما بعش النادي الأهلي واشترى النادي الأهلي في وقت لعيبة تانية جاريت وراء المال نهارده النادي الأهلي بيوجه رسالة لكل اللعيبة اللي خانت واللي باعت إن الأهلي بيفضل وراء لعبته المحترمين اللي بيشتروا النادي الأهلي والنهارده بيتم إعلان بشكل رسمي بمجلس دارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن تعيين وليد سليمان لعب الأهلي السابق كنائب لرئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي مش بس كده لا لو هتبقى كده كان الموضوع هيبقى مجاملة وخلاص لا ده أنت بتعده عشان يكون كادر فن كبير داخل النادي الأهلي سيتم إعداد وليد سليمان ليكون واحد من أحد الكوادر المؤهلة بقطاع كورت القدم في المستقبل كابتن محمود الخطيب وبناء على الجلسة اللي عقدها معه واللاعب وليد سليمان سيقوم وليد سليمان بعمل معايشة في ليفربول الإنجليزي ثم معايشة مع نادي بارشلونا الأسباني فضلا عن قيامه في الفترة الحالية بالحصول على بعض الدراسات من الجامعة الأمريكية وقبلها دورة الفيفا من جامعة القاهرة كل ده جماعة كل ده رد جميل لوليد سليمان ان انت بتعد كادر للمستقبل مش بس ان انا بجامله ان بديله منصب نائب رئيس قطاع الناشئين لا والله ده انا بعده وبجاهزه علشان يكون حاجة مهمة في النادي الأهلي في المستقبل القريب زي ما كان بيقول المهندس عدل القيعي ان رمضان كان بيتم اعداده ان يكون في يوم من الايام رئيس للنادي الأهلي عسام عشور كان زمانه دلوقتي موجود جوه النادي الأهلي وبياخد مكانته الطبيعية لكن زي ما بقولك اللي باع واللي خان مالوش مكان وسطينا هو ليه جماعة الاعلام ما بيسلطش الدوق على كلاتنبرج ليه الاعلام ما بيتكلمش عن لجنة الحكام اللي محدش عارف اسماءها لحد دلوقتي خلي بالك لحد دلوقتي مفيش حاجة رسمية احنا بنقولك اه محمد فاروق ومين 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 دكتهدات بتاعتنا لكن مفيش حاجة رسمية مفيش بيان رسمية مين اللي عمل الحالات وابعتها لكلاتنبرج مين اللي يعني تعمد عامدا متعمدا انه يلغي الحالة بتاعت النادي الأهلي بتاعت ضربة الجزاء في ماتش المقولين وما يبعتهاش لكلاتنبرج ليه ليه كده عايز اقولك ان احنا تواصلنا مع الراجل وبعتناله الحالة بتاعت ضربة الجزاء وكنت اتمنى ان يكون عنده الشجاعة ويحلل الحالة لكن الراجل رفض رفضت ليه عم مارك قالك انا بتعامل مع الاتحاد المصري لكرة القدم وهو المسؤول او اللي المفروض اتعامل معاه في تحليل الحالات التحكمية اللي بتخص لجنة الحكام المصري الراجل ما تعرضش عليه الحالة دي اصلا ليه والمصلحة مين ما يتعرضش عليه ضربة الجزاء سليمة في النادي الأهلي او كانت لصالح النادي انا عارف انها مش هتأخر ولا تقدم في الموضوع لكن عشان تعرفوا حال التحكم في مصر عامل ازاي من المضحكات المبكيات ابو لمع الجرجيري ابو لمع الجرجيري قعد ضرب صحنة او طبق البليلة وشكل البليلة كانت يعني مسكرة كتير ولبنها كتير فالراجل طلع مبارح قالك مصر فيها 80 مليون زملكاوي فتقعد تفكر مصر مين اللي بتتكلم عنها لا ده على كده بقى ده اللي بدأ مصر كان في الاصل حلوان اه مهي بليلة مع الحلوانية واخد بالك اه لا ده انت كده ضربت معاك خالص ابو لمع الجرجيري البليلة عليت معاك خالص مصر مين اللي 80 مليون منها زملكاوي هو عدد سكان مصر كام انت عارف يا ابو لمع يا جرجيري انت دخلت للمستقبل صحيح الراجل ده ضرب حتى بمتين لما يقولك ان في مصر 80 مليون زملكاوي ده معناه ان الصنف اللي خده كان عالي جدا ده خده للمستقبل خده للمستقبل لما مصر يكون تعدادها السكاني 480 مليون ساعتها فعلا جمهور الزمالك هيبقى عدده 80 مليون يبقى الاهل 400 والزمالك 80 نفس النسبة والتناسب دلوقتي او 400 مليون يبقى الزمالك 80 والاهل 320 هي ماشية كده الاهل اربع اضعاف الزمالك او الزمالك خمس النادي الاهل فانا مش عارف هل البليلة بتعلي الموضوع ولا الراجل ده كان ضرب حتة بيمتين والحتة اللي بيمتين دي خدته للمستقبل لما يبقى مصر عدد السكان فيها 400 مليون الزمالك يطلقى ضربة موجعة لا الزمالك يا جماعة لازم تبخروا يتبخروا يتضحوا يتعملوا اي حاجة بخروا وخمسوا لا الموضوع بقى صعب جدا 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 الزمالك عنده اصابات كبيرة جدا الزمالك عنده 11 اصابة النهاردة قبل ماتش المصر البورسعيدي بقى 12 اصابة سيد عبدالله نيمار نيمار الحقيقي جالوا التواق في الكاحل الزمالك لازم يبخر الاصابات كترت قوي هل الزمالك كان بيتعامل مع حد والحد ده ما بقاش موجود فعشان كده الاصابات بقت كتير وارد 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 جدا هل الحد ده ما بقاش يقبط فلوسه فدع دعوتين قالك يلا روحوا من قلبي وسر وارد عشان كده بقول للزمالك يتبخروا يتخمسوا لان الزمالك محسود الزمالك محسود فاشوفوا لكم حل أريد أن أقول لي خالد الغندور يعني خالد الغندور يعني بيواصل الكوميديا الإعلامية خالد الغندور جاي بصورة تي شيرت أمير قطر وبيقول لك تي شيرت الزمالك كان موجود بقوة في مباراة كاس العالم يعني أنا عايز أفهم بس يعني يا جماعة أنتو فيه بالزبط بجد يعني فيه ايه؟ ايه ده؟ هو للدرجات يا خالد يعني الحمد لله والله العظيم الحمد لله فخر لنا ان احنا نبقى أهلوية ايه ده؟ ايه ده يا خالد يا باندور ده تي شيرت الزمالك؟ بالله عليك اللي بتتفرق ده تي شيرت الزمالك؟ جايب لي تي شيرت أبيض وحطه في مانجا وتقول لي تي شيرت الزمالك؟ وليه؟ وليه بتعمله في نفسكم كده؟ هو الزمالك قليل يا إخواننا صحيح؟ والله العظيم بحس دايما ان فيه زمالكوية عايزين يقللهم الزمالك بأي شكل من الأشكال أهم حاجة ان احنا نباين ان احنا موجودين يا ابني انت موجود بالفعل انت كبير مش محتاج تكبر نفسك لكن بالطريقة اللي انتو بتعملوها دي انتو بتصغروا نفسك او والله والله بتصغر نفسك قوي يعني ايه خالد الغندور يطلع يعني يضحك على جمهور الزمالك ويقول له تشيرت كاس العالم قطر هو تشيرت الزمالك؟ ازاي يعني؟ بأي عقل وأي منطق قبل تشيرت عدسي ولا منجي ولا منجاوي ولا موتقاني ما تعرفش اللونه وفي خطين حمر فقالك بس الزمالك خطين حمر مش مشكلة اللون مش مشكلة اللون أهم حاجة الخطين الحمر فرد الأخ الدرديري قاله الزمالك رقم واحد في العالم العربي وفي كل مكان بأي 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 يعني انت جبت المعلومة دي منين؟ معلش يعني؟ اذا كان اللي بتكلم لها مؤخذة اللي بيستمع لازم يكون عائل انت جبتها منين؟ من اي موقع من اي شركة من اي موقع استفتاءات من اي دهية جبتها يعني؟ ازاي الزمالك الاول في الوطن العربي؟ طب لما هو الزمالك الاول في الوطن العربي انتوا ليه ما جبتوش اي رعاية لنادي الزمالك؟ ليه ما جبتش رعاية لنادي الزمالك؟ خالد الغندور طالع يتكلم عن كهرباء وبيقولك انا كنادي اهلي عند لاعب لازم يدفع ستين مليون او خمسة وستين مليون مش فرقة خمسة جنيه يعني قالك عقد ومستمر مع النادي الاهلي واللاعب ما بيدفعش غرابة والفيفا والمحكمة الرياضية اكدوا ان اللاعب هارب فين مبادئ الاهلي؟ فين قيم الاهلي ضد لعب هارب؟ اسام الحضرة وكلبالي كنتم بتقولوا لعب هارب وليه الاهلي لسه متمسك باللعب طالما هو هارب؟ يعني بالبلد كده يا نادي يا اهلي خلى عندكم شوية مبادئ وشوية قيم من اللي انتم بتقولوا عليها ومشوا كهرباء اكرشوه وتردوه لانه لعب ايه؟ هارب فانعايز اقول لك اللعب الهارب ده لو ساب النادي الاهلي خلد الغندور نفسه هيجرى عليه من بكرة بس انا عايز افكر خلد الغندور بكلمة خلد الغندور تلعب لكده قال لك بصوا جماعة قولا واحدا وانا في كامل قواية العقلية بقول لكم مفيش حاجة اسمها الا مبادئ يعني مفيش حاجة اسمها مبادئ الاهلي مفيش حاجة اسمها مبادئ مفيش حاجة اسمها مبادئ وده اللي بيفرق الاهلي عن اي حد تاني وده اللي بيحرق ناس كتير وبيخلي فئة كلام عند ناس اكتر هي مبادئ وقية من نادي الاهلي لكن مبادئ وقية من نادي الاهلي تخليني ليه ابيع اللاعب بتاعي في وقت هو اشتراني وضح عشاني ابيع ليه لاعب انا واثق مليون في المية انه اتعمل عليه ربطية لاعب اتظلم لاعب حصل فيه تزوير في توسيق عقده مش في توقيع عقده في توسيق عقده وهو بنفسه بيقول كده عايز اقول ان فيه انباء بتتردد بقوة طبعا رئيس نادي الزمالك مبارح اعلن عن خالي الغندور هيتمدله وهيزود اليوم كمان من الايام اللي هيطلع فيها يعني هيطلع ثلاثة ايام وكابتن محمد صبري هيطلع يوم يبقى كده اربعة ايام وكابتن طرق يحية بيطلع يوم وكابتن خالد لطيف او يومين طرق يحية ويوم خالد لطيف اللي هو يوم الجمعة والخميس معنى كده ان احمد جمال اوت احمد جمال برا قناة نادي الزمال رحيل احمد جمال عن قناة نادي الزمالك لان كده مش هيتبقى ايام لحمد جمال يطلع فيها الا اذا لو الاسبوع هنخليه تسعة والتسعة اكبر من السبعة ولا السبعة اكبر من التسعة طبعا السبعة اكبر من التسعة كابتن سعيد حمزة الاسد الجسور والاسد المغوار كاتب على صفحته بيقولك فضيحة بجلاجل في اتحاد الكورة قالك اتحاد مصر اعزم دولة في العرب وافريقيا ومهد الحضارات عم جمال رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد وبعد اربع اسابيع من الدول وبعد ثلاث شهور لم يتم الاعلام بشكل رسمي عن تشكيل لجنة الحكام على الموقع الرسمي للاتحاد معلش يا كابتن سعيد معلش سمك لبن تمرهند الناس مش فاضية يا باشا جمعية ودايرة بقى كل عام انتم بخير الناس فاضية قالك مصر بعظمتها بيدير حكامها احمد ابو العلا اللي كاسر عينهم مش عارف ليه ومحدش قادر عليه والعطار بيساند ابو العلا اللي محدش قادر عليه لابد من تدخل وزير الرياضة اولا ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية اذا امكن يعني ايه دولة بحجم مصر وبقيمة مصر تبقى كده تشوف السعودية وتونس والمغرب سنغال فين واحنا فين حد يصحي عم جمال من النوم يا امه السعد يا امه الزفت ادخل صحي عم جمال من النوم ما خلصت اخبارنا ما خلصتش حجايتنا هستنى كل ارقكم وتعليقاتكم اكيد شكرا ليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم